وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل مرسلنا صهايب الفهداوي صهايب يعني فوز نجيرفان برزاني لم يكن بالمفاجئ يعني حسب كل التوقعات كان هذا سيحدث لكن كيف كانت كواليس برلمان كردستان هل حدث ما هو مفاجئ وهل صرح نجيرفان برزاني بأي تصريح بعد فوزه نعم في الحقيقة أعتذر لرداءة الصوت ما حدث اليوم في برلمان كردستان أن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني تخلفت عن التصويت وهذا يعارض الاتفاق الذي تم سابقا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني وكان مفاجئا أن تعلن كتلة الاتحاد الوطني أنها لن تصوت ولن تحضر إلى هذه الجلسة صبيحة هذا اليوم ولكن رغم هذا الاتحاد الوطني كان يحظى بالأغلبية التي تؤهله إلى اختيار رئيس الأقليم لكن في المقابل تخلف الاتحاد الوطني هذا لربما سيدخلنا في مشكلة جديدة وفي خلاف جديد على تشكيل الحكومة الذي كانت تقف أمامه خطوة اختيار رئيس الأقليم ليتم بعدها البدء بالخطوات كما هو معمول دستوريا خطوات اختيار الحكومة ونحن نتحدث عن ثمانية أشهر مضت منذ إعلان الانتخابات أو نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الأقليم وهذا ما لربما سيعطل مسألة تشكيل الحكومة أو سيدخل الاقليم في خلاف جديد حول أسباب انسحاب كتلة الاتحاد الوطني وهي ثاني أكبر كتلة في البرلمان وكان الحزب الديمقراطي قد عقد اتفاق سياسي طويل الأمد مع الاتحاد الوطني قبل فترة سبقت جلسة انتخاب رئيس الاقليم وننتظر بالتأكيد من الكتلة البرلمانية سواء الحزب الديمقراطي أو حتى الاتحاد الوطني بيان سبب ما حدث في البرلمان اليوم ولكن بالشكل العام تم اختيار رئيس الاقليم السيد نيجيرفان بارزاني أصبح رسميا رئيسا للاقليم وننتظر أداءه اليمينة الدستورية بعد العيد إن شاء الله سهيب نيجيرفان بارزاني عمه مسعود بارزاني الذي أتى بفكرة انفصال اقليم كردستان هل يتصور المراقبون أن يعيد نيجيرفان بارزاني ما كان يريده عمه في السابق هل هذا مطروح بأي شكل من الأشكال في الحقيقة قضية الاستفتاء أو حتى الانفصال القديم هي مشكلة جديدة قديمة تواجه اقليم كردستان وطبيعة العلاقة التي تربطه مع بغداد كثيرا ما نشهد أن هذه المشكلة تطفو إلى السطح مع حدوث خلافات ومشاكل حول تقاسم السلطة أو المناصب في العراق كون الأكراد هم جزء من الحكومة العراقية في بغداد لذلك عندما تحدث مشاكل في بغداد مشاكل سياسية تتعلق بالسلطة وتقاسم السلطة وتمثيل الأكراد في بغداد نشهد أن هذه المشكلة تطفو إلى السطح ولربما ذهب السيد مسعود بارزاني إلى اختيار الاستفتاء وإجراء الاستفتاء كان بسبب خلافات وتعمق هذه الخلافات مع بغداد والمناطق المتنازع عليها وغيرها من المشاكل التي حتى الآن تم التوصل إلى اتفاق شكلي لكن لحد الآن لم يتم الوصول إلى حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها مثل كاركوك وباقي المناطق مع بغداد لذلك هذه المشكلة هي دائما ما يتم حلها بشكل جذري وإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة بل يتم الوضع حلول توافقية مؤقتة لربما تعود إلى السطح من جديد في حال ودود أي خلاف لكن الآن الساحة السياسية في العراق هادئة نوعا ما هناك اتفاقات سياسية حول تشكيل الحكومة في بغداد وحول مناصب الأكراد وتمثيلهم في بغداد لذلك حتى الآن لا أعتقد أنه خلال الفترة القادمة سنشهد أي تصعيد على مستوى انفصال الأقليم شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات مرسلنا من أربيل صهايب الفهداوي شكرا صهايب